صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان عايزة بس أرحب بزملتي نهواند وقل الله نورتي الشاشة مرة تانية أنا صحيف ما شفتكيش من ساعة ما خفيت يا روزان أيها دي حقيقة حمد الله على سلامتك أنا اللي عايزة أشكر كل الزملاء حقيقة في القناة للناس كتير جدا سألت عني يا كريم حاجة وناس يعني يعرف ممكن تقبلنا مرة واثنين روزان طبعا من أصدقائي يعني في القناة لكن كمان يعني كل الشكر كل الناس هي الزملاء المحترمين اللي سألوا عني مرسي يا روزان أصيلة يا روزان الحمد لله على سلامتك ونورتي مرة تانية أبرز وأهم بقى عنوين أخبرنا الصحفية النهاردة من موقع يلا كورة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفتح تحقيقا بشأن إساءات عنصرية من جماهير المجر ضد إمباباي وبنزيمة ومن موقع اليوم السابع حصاد عشر أيام يورو 2020 إيطاليا تحسم صدارة المجموعة الأولى بالفوز على ويلز والأدزوري واصل تحطيم الأرقام القياسية مع منشيني وتأهل بيل ورفاقه رغم الهزيمة وسويسرا تتخطى تركيا وتنتظر فرصة التأهل كأفضل تالت من جريدة الشرق الأوسط كاييكي معجزة برازيلية في الطريق إلى منشستر ساتي ومن الوطن سبورت صدمة قبل البداية اكتشاف أول إصابة بكورونا في أولمبياد نصبح على كريم ونقول نهوان الحمد لله بالسلامة طبعا جمهور المجر كان مفروض أنه فاكهة اليورو ملعب بودابست بوشكش أرينا في بودابست والملعب الوحيد تقريبا اللي فيه جماهير كاملة العدد بتحضر شفناها في مبارات فرنسا وشفناها كمان في مبارات البرتغال طبعا كان فيه بعض الإساءات العنصرية لكليان مبابي من خلال الجماهير بتاعة المجر يعني بسبب لون البشرة وما إلى ذلك وكمان كان فيه بعض الإساءات اللفظية ضد كريم بن زيمة بسبب أصوله العربية فطبعا الويفا والفيفا في الأمور اللي زي دي دايما بيبقوا مركزين ودايما بيفتحوا تحقيقات عشان خاطر طبعا الفير بلاي وعشان خاطر الملاعب دايما تبقى خالية من أي هتفات عنصرية وأي إساءات يعني فيها تمييز بالنسبة لللاعبين فبالتأكيد من الوارد إن إحنا ممكن في الأيام المقبلة نشوف بعض العقوبات على المجر يمكن المجر بنسبة كبيرة ممكن ما تكملش في البطولة ولكن الملعب الجميل ده إحنا حابين إن هو يفضل مستمر والجماهير تحضر بشكل كبير فيه لإن هو ملعب جميل للصراحة وبيحسسنا إن إحنا مش في زمن كورونا خالص ولكن هنشوف طبعا أكيد الويفا مش هيقف ساكت لو تم إثبات نفيئ إساءات عنصرية تجاه مبابيو كريم بن زيمة عايزة أعرف منك بقى رأيك يعني في أداء إيطاليا يعني لحد دلوقتي في اليورو كلمني عن يورو 20-20 عن 10 يعني أيام اليورو بشكل عام طبعا هي إيطاليا المنتخب الأبرز حاليا نتائج وأرقام وأداء وكل حاجة الفريق حقا ثلاث انتصارات تسع نقاط كلين شيت في الثلاث مباريات 11 انتصار متتالي بشكل عام للمنتخب الإيطالي كلين شيت وده من الأرقام القوية جدا وكمان هما عدلوا رقم تاريخي تقريبا انتحقق سنة 1939 لو 30 انتصار متتالي أو ان هما ما تلقوش أي هزيمة في 30 مباراة فدي برضو من الأرقام القوية منتخب إيطاليا بيأدي أداء مميز جدا آخر سنتين كان في أعادة تشكيل لطريقة أداء المنتخب منشيني قدر ان هو يغير شكل الكرة الإيطالية أو شكل منتخب إيطاليا كما هو المتعارف الناس كنت تكلم منه فريق بيدافع فقط لغير لكن لا بنشوف أداء ممتع ويلز كمان قدرت نهاية تستفيد من قاعدة بقى فريق الأهداف وتحسم التأهل في المركز التاني وتترك سويسرا رغم الانتصار اللي هي حققته على منتخب تركيا هي تستنى بقى باقي المباريات والمنتخبات وتشوف قال هي تقدر تبقى من المنتخبات الأربعة اللي هيستفيدوا بقاعدة أفضل توالد ولا لا هنشوف بقى في المباريات اللي جاية إن شاء الله يعني معينا كمان خبر عن أول إصابة طبعا بفيروس كورونا في مخاوف كتير في اليابان من انتشار فيروس كورونا يعني هل ده ممكن يؤثر بقى على أولمبياد توكيو بشكل عام؟ هو يعني كل الطرق بتشير إلى أن الأولمبياد هتقام رغم المخاوف رغم الجماهير اليابانية أو شعب الياباني في أي استطلاع رأي بتبقى النسبة الأكبر إن هما بيطلبوا بالتأجيل أو الإلغاء حتى الشركات هناك في اليابان بتطالب بنفس الأمر ولكن من الصعب أن هتتأجل عام آخر ولو تلغت هيبقى فيه خسائر طبعا كبيرة جدا فهما بيحاولوا على قد ما يقدروا أن هما البطولة تتنظم وتتلعف في التوقيتات بتاعتها عشان ما يبقاش فيه خسائر كبيرة الدراسة حاليا هي الفكرة كلها الجمهور هيحضر ولا لأ طب هيبقى فيه نسبة حضور من خارج اليابان ولا لأ كل دي هي حاجات بتدرس يمكن الإصابة اللي هما تكلموا عنها اليومين اللي فاتت دول تخص أعتقد بعثة أغاندا لما وصلت اكتشفوا أن فيها حالة إصابة بكورونا طبعا كل البعثات دلوقتي بتاخد المصل بتاع لقاحها المصل تاع كورونا عشان خاطر طبعا تقليل المخاطر بتاعت الإصابة ولكن مش هتقدر يتمنعي الموضوع بشكل كامل نتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله البعثة المصرية لما توصل اليابان تكون توصل بسلام ويحقق إن شاء الله مدليات ويبقى فيه أداء مشرف بإذن الله بشكرك جدا يعني مدير الناش بموقع يلا كورا الأستاذ أيمن جلبرتو يعني دي كانت أهم وأبرز العنوين هنا والأخبار من موقع يلا كورا بشكركم جدا وعودة لكم مرة تانا إحنا لمنشكرك جزير الشكر زميرتنا العزيزة روزان نصر وطبعا شكرنا موصول لضيفك الأستاذ أيمن جلبرتو ولأيضا الزميلة العزيزة هانا أبو قاسم جزير الشكر لكم